ونبقى في العاصمة الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية تبحث عن نفس جديد لمخطط تدبير تراثها المصنف نظم لقاء متعدد الأطراف لتحيين هذا المخطط في تواصل للدينامية الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي للعاصمة وتثمينه روبرتاج محمد القنط مصطفى السعدوني منذ إدراج الرباط كموقع تراث عالمي سنة 2012 تم تكريس مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي للعاصمة بصفتها هيئة تصهر على حماية وصيانة المواقع المصنفة من قبل اليونسكو من هنا يأتي هذا اللقاء لأجل تحيين مخطط تدبير هذا الارت المصنف للعاصمة وذلك تحت شعار العاصمة الحديثة والمدينة التاريخية موروط مشترك كون هذه المدينة مقيدة عن دونسكو كطرات عالمي يجعلها من أساسيات هذا البرنامج لإعادة التنشيط للسياسة السياحية والثقافية والاقتصادية عامة يشكل هذا اللقاء فرصة لعرض الخلاصات والنتائج المتعلقة بتقييم المخطط الأول لتدبير تورة العاصمة وكذلك إعطاء الانطلاقة لمسلسل المشاورات بين مختلف الفاعلين حول تحيينه والإعداد لمخطط تدبير جديد هذا اللقاء سيمكننا من التشور مع مجموع الفاعلين المعنيين حول إجراءاته والتدابير الواجب اتخاذها من أجل حماية هذا التورة هذه المبادرة الملكية تشكل على المستوى المؤسساتي إعادة القوية لصاحب الجلال نصر الله للحفاظ على عرقة الإرث التقافي لمدينة الرباط من أجل استدامة الحفاظ على التورات التقافي لمدينة الرباط في جانبيه المادي واللمادي تسهر مؤسسة الحفاظ على التورات التقافي لمدينة الرباط على تتبع إنجاز المشاريع مع تقييم جميع البرامج الرامية للحفاظ وثتمين تورات العاصمة